عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي اجتماعاً مع وزير العدل المستشار عمر مروان لمتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب وخلال الاجتماع أوضح وزير العدل أنه تم إصدار كتاب دوري ينص على أنه يجب على طالب التملك من غير المصريين تقديم ما يثبت تحويل مقابل الثمن المتفق عليه بالعملة الأجنبية عبر البنوك المصرية وذلك بموجب الضوابط المحددة موضحاً أن هذه الإجراءات تأتي بهدف مواجهة بعض وقاء البيع غير القانوني للعقارات للأجانب بالعملة الأجنبية وعدم تحويل هذه المبالغ إلى الجهاز المصرفي بما يخالف القانون